اشتركوا في القناة وسط منظومة وطنية متكاملة لحماية الموارد الطبيعية فقد حرصت مملكة البحرين على وضع تشريع وقوانين متكاملة بشأن البيئة يشمل كافة صورها البرية والبحرية والجوية ويتماشى مع الاتفاقيات الدولية التي أنضمت إليها مملكة البحرين مصادقة جلالة الملك المفدى في إصدار القانون رقم 7 لسنة 2022 بشأن البيئة يشكل النهج الحضاري والتوجه المستقبلي الذي تسير عليه المملكة ويهدف هذا القانون إلى حماية البيئة والحفاظ على توازنها الطبيعي ومكافحة التلوث بأشكاله المختلفة وضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة والحفاظ على التنوع الاحيائي ويعد صدور القانون البيئي الجديد هو إذانا بالبدء في مرحلة عمل جديدة تتكاتف فيها جميع مكونات المجتمع البحريني من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة وتحدياتها في مملكة البحرين حيث سيشكل قانون البيئة الجديد الذي قدم من قبل الحكومة إلى السلطة التشريعية خلال الفصل التشريعي الخامس قيمة مضافة في تطور المنظومة التشريعية الحضارية للمجال البيئي في مملكة البحرين وما تضمنه من مواد قانونية تتوافق مع جهود المملكة البيئية والمناخية على الصعيدين المحلي والإقليمي هذه الجهود الكبيرة التي بذلتها المملكة في المجال البيئي تعتبر نقطة تحول تقود المملكة نحو تحقيق المزيد من المكتسبات والتقدم والنهوض بالعمل البيئي ومواجهة التحديات البيئية بكافة أنواعها فجملة هذه الجهود صبت في عمل مستمر ودعوب من قبل المجلس الأعلى للبيئة برئاسة سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى رئيس المجلس الذي كرس جهده في تحقيق الأهداف المرجوة لتوفير حياة آمنة ومستقرة للحاضر وحماية لمستقبل الموارد الطبيعية للأجيال القادمة اشتركوا في القناة